السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معيكم محمد تحسين من قناة سرشاجي زيكم عاملين اتمنى تكونوا بخير وصحة عافية بصوا شباب من مشاكل ياريتني كنت صورتها من بدري يعني صورتها مما انا فكت الباب بصوا شباب الدولاب اهو ده الدولاب عندكم الدولاب اهو انا عندي كان فيه مشكلة ان الدولاب كان فيه ضرفة خرجت من يعني الدولاب اهو ان هو ب اللي هو جرار المفروض ان هو جرار تمام؟ فالجزء ده خرج من مكانه تمام؟ وبعد شوية لقيت الجزء اللي تحت ده خرج برضه من مكانه فبقى الدولاب ممسوك من هنا وممسوك من هنا فانا عند ادور على الانترنت وكده عارفين المشكلة فين؟ بصوا يا شباب المشكلة اهو انا همسكها لكم اهو بصوا ده شكل الدولاب تمام؟ الدولاب لما النجار بيجي يركب الباب او الجرار ده لا يجب ان تكون فيه المسامير دي كلها بيكون فيه المصمارordable المصمار 열어 هولا الأن أو الاجتراع المساوة الى الأن تمام؟ فبعد شوية مع الحركة وكده المسامير بيفودي المجرى ت monitored تمام؟ انا عملت المجرة دي كانت فيها تلات فتاحات فتحات ثلاث فتحات للمسامير فروحت طبعا انا شلت انا لسه على الفكرة انا لسه شايل يعني الدولاب دلوقتي انا الدولاب كله مفضين ايه اللي حصل روحت شايل الدولاب عشان ابقى جوه عشان اقعد جوه في يعني ابقى وايف جوه في الدولاب عشان الدولاب ده لما لما الجرار ده او الباد ده لما يتقفلها بقى انا جوه واعرف اركبه كويس بصوا ايه اللي حصل عفاك يا تركيبه فعلا سهل جدا بصوا شباب لما ايه اللي حصل اللي حصل ان انا لقيت ان المصمار ده المصمار اللي في النص ده ده اللي هو ده فوت فالمجرى دي نزلت لتحت انا كنت فاكر ان هيك قصرت او حاجة زي كده فا ايه اللي انا عملته رحت كان في المجرى دي فيها تلات فتحات للمسامير رحت عاملي رحت رحت رفع المجرى دي الفوق قوي من جوه ورحت رفع المجرى دي قوي من جوه ورحت مربط تلات مسامير والمصمار التلت ده برضو رحت رابطه وفي اخر حاجة خالص رحت مربط المصمار ده بحيث ان هو يرفع المجرى دي حيث ان ما تقعش فدلوقتي الدولاب بقى حتة حديدة يعني بصوا الدولاب بقى حتة حديدة حرفيا انا ربطت كل حاجة الموضوع فعلا فعلا شباب الموضوع اسهل ما يمكن لو انت فاكر ان المجرى دي او المجرى دي اه صعبة او كده لا 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 الموضوع اسهل من كده بكتير انت كل اللي عليك انت بنسبة كبيرة هتلاقي ان النجار اللي جي يركب لك انت المجرى دي ركب لك المصمار على المجرى وخلاص والتلات مسامير او التلات فتحات دولاد بيكونوا فاضيين تمام فانت بقى بتعمل ايه مع الوقت تتلاقي المجرى دي سقطت لتحت فالدولاب يخرج بره مجاله فانت تروح شايل الحاجات اللي في الدولاب وتروح رافع المجرى دي وتربطها وبعد كده تربط التلات فتحات بتوع المسامير وروح تنحطت تحتيهم مصمار ابافي بحيس ان ده يبقى رافع المجرى دي على طرق عشان ما تقعش بس كده شكرا جدا لكم يا جماعة واي حاجة يعني الواحد بيتعلم والله اي حاجة انا معاكم وتحت امركم شكرا جدا لكم وكان معكم محمد تحسين من قناة صرشاجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته